من سيجلس على هذا العرش؟ هذا السؤال يدور في أذهان عشاق مسلسل صراع العروش Game of Thrones المسلسل الفنتازي الأهم في تاريخ إنتاج الدرانة التلفزيونية والأكثر قرصنة في العالم العربي HBO الشبكة الأمريكية التلفزيونية أعلنت عن موعد بث الحلقة الأولى من موسمه الثامن والأخير يوم الاثنين القادم وأدرجت هذا الإعلان I know death He's got many faces I look forward to seeing this one Everything you did brought you where you are now Where you belong Oh هذا الإعلان الملحمي تمت مشاهدته على يوتيوب فقط أكثر من خمسين مليون مرة لكن ما سبب شعبية هذا المسلسل التاريخي أو الفنتازي الهائلة هل يترى حجم الدموية والعنفة التي تتضمنها مشاهد المسلسل فمشاهد استباحة القتل الدماء التفنن بالتعذيب الوحشية غير مسبوقة فيه أم أن رسم الشخصيات الشريرة وبشاعتها تدفع المشاهد إلى كرهها هذا الكره لدرجة التشفي منها عندما تقع في أيدي البطل فهي تشفي غليلك بالانتقام منها أم ربما هي مشاهد الجنس التي قد تستمر لأربع دقائق متواصلة من العري العري أيضا موجود لا يوجد بطل أو بطلة إلا وتطل بمشهد أو اثنين في السلسلة وهي عارية بالكامل أو ربما تكون المفاجأة الفنتازية غير التقليدية التي تحول مسار القصة كليا عما كنت تتوقعه فخلال سبع مواسم قتل الكاتب تسعين في المئة من أفطار المسلسل أم أن هذا المسلسل يطلق العنان لخيالك فيأخذك إلى عالم دراجونز التنينات المخلوقات الغريبة السحرة ومكائدهم بل ويخرج لك الأموات من القبور يعيد لك آلهة لا وجود لها إلا في الأساطير الكل ينتظره في العالم العربي وعلق في انتظاره يقول الطالب متى تتسرب حلقة صراع العروش دائما ما بي أشترك بـ HBO عشان بس أشوفه كل أسبوع مرة أما محمد الحرقان يقول سالفت أني أنتظر الحلقة الساعة ستة كل يوم هذه لا تتخيلها أنا أتابع المسلسلات المنتهية فقط أحملها دفعة وحدة أشوفها برضو دفعة وحدة مع تسريع بنسبة 25% يطلع الجو حلو الاستثناء الوحيد صراع العروش محمد العبدالله يقول إن شاء الله بس الكاتب يخوف عنده قتل الأفطال زي شرب الماء هناك نظرية حول براد ستارك منتشرة وأنه هو ملك الليل تتوقع أنها نظرية منطقية يتساءل حول أحداث المسلسل محمد راضي يقول أنا قررت الفترة الحالية احتراما وتعاطفا مع الفترة الصعبة اللي تحكون علينا بنهاية مسلسل صراع العروش أن كل الجيف أو الفيديوهات اللي يستخدمها تكون من وحي أشخاص وأحداث المسلسل ولكن الملفت للأنظار في بعض العواصم العربية وخاصة في بيروت أن هناك بعض الأشخاص كتبوا بعض اللافتات على الشوارع مثلا هؤلاء يدعمون جون سنو في معركته ضد الوايت ووركرز يقول أهالي بيروت يدعمون جون سنو في معركته ضد الوايت ووركرز أعدائه هذه لافتة أخرى فيها نصيحة لبطلة أخرى من المسلسل تقول سيرسي لانستر كبرع لك قوتنا بوحدتني لأن هناك طبعا صراعا على العروش يجب أن يتحدوا ضد الأموات الأحياء لا أعلم هناك حالة في زحلة اسمها كاسل بلاك تصميمها داخلي وحده ويجعلك تشعر بالاندماج في عالم Game of Thrones ثرياتها مقاعدها أعلامها أيضا كلها مستوحات من ديكور المسلسل